اشتركوا في القناة ام ياتني ولدها يدرس بالخارج محترمة يعني تكان ولدها يدرس بره الكويت فقاعد توصف لي اشياء تصير مع ولدها او صراحة انا مادر لا اشيائتني بس الظاهر انها حاسة بس مو عارفة انها تقول لي اقول لكم انا القصة قالت لي ولدي صارت عندها مشاكل صحية شون المشاكل صحية صار عندها هبوط بالقلب ودخلوا المستشفى اوكي بره بالدولة اللي هو فيها اوكي لحد الحين هذا مشغلي شكوا انا بالقلب نزين وبعدين قالوا لها انت يعني تحتاج علاج نفسي وبعدين راح حق الدكتور شون علاقة هبوط بالقلب علاج نفسي ما فهمت وتروح حق وراح نيبلك دكتورة نفسية ويا بولا دكتورة نفسية طبيبا وعطتها الدوة وهو وقف الدوة ورجع تعب وبعدين صارت لها مشاكل وغير السكن اللي هو فيه حوسة شون غير السكن اللي هو فيه والله وكان ساكن مور وميت جسم هذا زميل بالشقة مع احد زميلة بالشقة أجنبي فالأجنبي هذا اللي بالشقة الله طلع على خرابيط وحفلات وميشينه فالمهم الولد ما يبيت شذيق طلع من الشقة وراح أجر لشقة بروحة هذه الرواية اللي قالها حق أمه عشان تحول الالفصحان يأجر شقة بروحة جانا قاطع حق تلاعي بولدك تعاطى مخدرات فهي انصدمت ها تلاعي بولدك بنتي شاك ان يتعاطى مخدرات ويا ياتي عشان تسأليني هالسؤال لأن اللي قاعد قولينه ماكو شي واضح للعين جون تقول مادري انت ش رايك تلاعي انا رايي ان 99% هو يتعاطى مخدرات واحد بالمئة انه هو يقول لي ان انا انا اتعاطى مخدرات ولا 99% هو يتعاطى حسب الوصف اللي انت قاعد قولينه والهبوط اللي على قولتش بالقلب مدري بالدورة الدموية مدري شنو هذا أوفردوز من جرعة اهو تعاطاها لذلك حولوه على دكتورة نفسية شافوه ماخذ أوفردوز ظنوا انه هو منتحر او حرفوا انه هو أوفردوز اي ان كان بعدين يابولي دكتورة نفسية علشان تعالج من هذا الموضوع هذا اللي هو واحد جدام انت قاعد قولي لي تشيذي بس بطريقة غير مباشرة فقالتلي والله بيني وبينك انا قلبي قارصني قلت لها لا عائلة صارت الحين امية بالامية مدام قلبك قارصت وهذا اللي بالشقة معه ولدك ترى هذا اهو اتكانه ولدك اللي موت اكانه اي والله بيني وبينك اهو كان يا اي بمدري شنو مسوي يعني طالع مسوي لوية ما اننا شغل باللوية عند البيت اللي يمأجر فيه يعني كان المهم شنو اسوي شو تسوي طقي تذكرة اي بيولدك بعد شنو الاهالي يعتقدون ان الاخصائيين النفسيين والنفسانيين بشكل عام عندهم طريقة سحرية يسوون حق الواحد نام نامي نامي حسبون شذي ترى ماكو شذي هذا بالميديا يسوون قبل افلام ابيض واسود او ماكو شي بالواقع يحسبون ان فيه طريقة سحرية لإقناع المريض لطلب العلاج بينما ما فيه طريقة سحرية طلب العلاج شنو لازم تسوي له اختي تذكرة اقرب طيارة كويت صلى الله و بارك ما يبيه بعاند بلغي السفارة انا بيقطع بعثة ولدي لان ابوه الموقع انا بيقطع بعثة ولدي بتاع الموضوع يا سفارة الله يخليكم دبر ولكم صالف انتيبونا او ابوه واخوه العود او اي عمه او من وما كان اثنين يعني شوية شديدين يروحوا له يمسكونه من ايده يلا يا ولدنا تعال الحين انت يخايفه من ردة فعل ولدك انه يصرخ عليك يحقد عليك يتهاوش معاتك يتهاوش مع ابوه هذه مشكلتكم في التربية هذه مو مشكلة نفسية اذا اب يخاف من ولده فهذه مشكلة تربية مشكلة تربوية انت البذرة اللي زرعتها هذه حصادها هذا حصادها اليوم وانك انت خايف من ولدك انه يطول لسانه عليك او يتماد عليك ويمديد عليك وصارت فلا تي تقول لي اخطاء تربوية انت سويتها في الماضي تبيني انا اليوم اصلح لك اياها يرجى الانتباه ترى الموضوع ما في سحر الموضوع واحد زاد واحد يساوي اثنين يرجى الانتباه راح تنصدمون من القصة اللي بقول لكم اياها بعد الفاصل خلكم معايا العلاج النفسي مكلف في كل دول العالم العلاج نفسي مكلف فالجلسات كل جلسة تكون بقيمة مادية غير اللي بالحكومة طبعا بس اللي بالخاص والاغلب يكون بالخاص يكون بقيمة مادية كل جلسة بقيمة الساعة واكثر من ساعة الحسابة بتحسب كل واحد يختلف مو كل الناس جلي ياتني ام وانا ازعم اني اعرف في علاج الادمان مثل ما اعرف اسمي ياتني ام تقول لي أنا أبيك تعالج ولدي انت زين في علاج الادمان قلت مشكورة على رايك ومشكورة اني تشوفيني انا زين في علاج الادمان بس انا ما اقدر أعالج ولديك قلت لي ليش لا ولديك قعد يتعاطي انا ما لدي دور في تعاطي يعني اذا هو قعد يتعاطي انا ما ليشغله ولازم يديش المستشفى اي였 limits المستشفى ليس وزين وفي ناس وائد للطوانة وفي ناس وائد يتعاطون اسوأ منه يعني هو مو سيء هو الحين يعني إنسان ما شاء الله ملاك الناس بس هناك أسوأ مننا وأكبر مننا ويتعاطون أبار أبار يا ولادي ما يصير يديش معاهم المستشفى كل مستشفى إدمان في العالم في جميع أنواع المدمنين لا تين تقولين لي ما بي ولدي يتعرف على ناس داخل المستشفى دخلناه مستشفى بالكويت ولا دخلناه مستشفى بالمريخ لازم يتعرف ما دخلناه مستشفى لازم يتعرف ولو ما يبيه بالجرعة ما يبقى له راح يتعرف اليوم يعرف له واحد يبيع له انسجن هالواحد باشر يعرف ثاني الثاني يعرف على ثالث عشان لو انسجن هذا بعدين شوية هو والدك اللي يبدأ يبيع هذا السيناريو مالإدمان ترى معروف ماكو طريقة مني منناك انت تعالجه قلت لها أختي جلستي أنا بفلوس من صالحي انا اني اقول لك وادري راح توافقين من صالحي انا اقول لك اتيبين لي ولدك كل يوم لأن هذا علاجة وكل يوم انا اترجج جلسات ها مصلحتي ولا مو مصلحتي كانت تقول لي ايه مصلحتك قلت لها ما راح اقول لكي بيلي اقدر ولا ما اقدر تقول لي تقدر ما راح اقول لكي بيلي يا جماعة ترى من صجي قلت لكم يرجى الانتباه يرجى الانتباه لا يمكن علاج المدمن النشط من نشط بمعنى مدمن ما زال يتعاطى وهو تحت تأثير التعاطي لا يمكن علاجه في عيادة خاصة في شكل اسبوعي او كل يوم مترك او جلسة باليوم او كل يومين ماكو شدي في علاج الادمان لايقصون عليكم تدرون كم ام و كم اب ايون يطلبون مني هذا الطلب يا جماعة ما يصير كان مليون والله ما يصير مو بهذه الطريقة يتم علاج الادمان لابد من دخول المدمن الى الجناح ايه مرحلة لازم فيه فيه مرحلة قصب علي امر فيها يتعاطى هروين يتعاطى حشيش يتعاطى ما يهمني يدخل المستشفى يسوي ديتوكس يزالة سموم بعدها يروح التأهيل ما يهيني انا ما بيهيني اصلا بعدها يروح التأهيل كل اسرة يهيني اكلمهم بهالاسلوب وما يعجبهم ما يقتنعون بعضهم ايه يعقب سنة ايه يعقب سنتين ولا كلامك صح و انا قلنا منهم و كنا نضحن ايه ولا كلامك صح و يمرون بالمراحل اللي اقول لهم اياها اللي راح تصير يعني ترى راح يصير و راح يصير لا تضيعون وقتكم يعني لما تيني هذي الام تيني تقول لي زي ترى هو خوش ولد انا عدري انه خوش ولد يعني شهمني انا هو خوش بناسبة لا نزين هو مو مشكلته بس ادمان هو مشكلته نفسية بعد و لا تعلفون يا جماعة فوق راسي يعني في اهل في ناس ما معلومه لا ما يصير نألف المشكلة الادمان هي نفسها مشكلة نفسية فانت لما تقول لي هو مشكلته مو ادمان مشكلة نفسية انت قاعد تفصلين لي شيء ما ينفصل يعني تقول لي راس من جسم تقول لي يعالج هذا بروعة و خل هذا ما يصير تازمت بينهم مع بعض علاج الادمان يتخلى لعلاج حالة النفسية و الان هو كان ما تعاطى او تعاطى لانه عنده مشكلة نفسية فلا يمكن علاج الادمان في قطاع خاص في شكل اسبوعي عن طريق جلسات و يروح الى البيت لان لو راح البيت ما ندري احنا اذا هو تعاطى ولا ما تعاطى بكل بساطة ما احد يعلم ان المدمن قاعد يتعاطى او مو قاعد يتعاطى الا المدمن نفسه لا انت تعرف كأب ولا انا اعرف ولا التحليل حتى يعرف ولا التحليل يعرف ولا تحليل الدم يعرف اذا بغى المدمن يضرب التحليل يعرف يضرب التحليل والله يضحك على عشرة منكم لو بغى انه يطلع تحليله نل نضيف يعرف تلوه يطلع نضيف فما أحد يعرف أن المدمن قاعد يتعاطي إلا المدمن نفسه ولا أحد يقول لي هو مقاعد يتوطح مقاعد يخربط أدري أنه مقاعد يتوطح مقاعد يخربط لأنه مزايد الدوز لأنه أنت وقاعد معكم في البيت ما يبيزيد الدوز عشان لا ينفضح لكن لو طلع بره البيت لو راح الشاله يبيزيد الدوز عشان ياخذ راحته فهو جدانكم ماسك نفسه مسوي نفسه مبطل وأنتوا تعتقدون تقصون على نفسكم أنه هو بالفعل مبطل بينما هو مبطل ما يصير نقعد مدمن عندنا في البيت نشط ونتفاوض معه دعضوا عموقتكم بيوت مباعت لهذا السبب أسر تفككت لهذا السبب أزواج تطلقوا لنفس السبب أدري إش قاعد أقول لكم أزواج تطلقوا أسر تشتتت لأن الأم واقفة مع الولد المدمن والأبو قال لها ما لطب يبا ولدت شفيش أنت هدتهم كلهم وقعدت مع الولد وخلت الأسرة الباجة كلها أو العكس الأب يسوي كذي أو يقولوا الخنبيع البيت يمكن البيت هو السبب عين أو السبب اللي خلى ولدنا يتعاطى عشان نوخر عن الجيران نوخر عن الربع اللي يتعاطى معهم والله لو متبيعون البيت لو تبيعون في قاعدة في علاج الإدمان أن المدمن لو وديت المريخ بيطلع مخدرات المشكلة مو في المكان المشكلة في أقل المدمن نفسه وهو اللي يبي يتعاطى فلذلك أفضل طريقة للتعامل معه هو إدخاله إلى المستشفى بشيمة بجيمة يدش المستشفى يعني يدش المستشفى ولازم تأهيل ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر